موسيقى 2019 بمشروعات قومية عدة تركزت في مجالات تطوير البنية التحتية خاصة في مجال الطرق وكذلك تعظيم الرقعة الزراعية ودعم النشاط الصناعي وتولت مهمة تنفيذ المشروعات شركات مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة البداية من سيناء التي استحوذت على نصيب الأسد من المشروعات في مايو افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر منظومة للأنفاق في البلاد والتي تربط سيناء بدل تنيل تضم أربعة أنفاق بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه وتختصر أنفاق تحيا مصر زمن العبور بين ضفتي القناة إلى حوالي 20 دقيقة وفي نوفمبر خرج عدد من المشروعات القومية في محافظتي بورسعيد وشمال سيناء إلى النور أبرزها أنفاق الثالث من يوليو والتي تربط جنوب بورسعيد بسيناء كما تربط غرب مدن القناة بشرقها وفي شهر ذاته شهدت محافظة السويس وجنوب سيناء افتتح حزمة من المشروعات في قطاع الطرق والإسكان أهمها طريق شرم الشيخ الجديد الذي يقطع المسافة من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ في أربع ساعات فقط وتبلغ تكلفة المشروع 5.6 مليار جنيه وتم افتتاح مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب وآخر لإنتاج الرخان وإلى القاهرة حيث تم افتتاح محور روض الفرق أضخم المشروعات القومية في مجال الطرق وجسر تحيا مصر الملجم الذي سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض جسر معلق في العالم ويبلغ عرض الجسر 67.3 متر يمثل محور روض الفرق شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات مصر وصولا إلى محافظة مطروح دون المرور بقلب القاهرة وفي مجال الزراعة شهد شهر أغسطس افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 ألاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوبة الزراعية وخلال العام افتتحت مصر أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بمنطقة العين السخنة ويدوم 9 مصانع وينتج المجمع 2.5 مليون طن أسمدة تقريبا في العام وفي شهر أكتوبر افتتح الرئيس السيسي مصنعين للغازات الطبية والصناعية في منطقة أبو رواش بالجيزة لتوفير غاز الأكسوجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية كما افتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الضميات أبرزها مدينة الضميات الجديدة للأثاث التي تهدف إلى تطوير هذه الصناعة والترويج لها وبينما يستعد عام 2019 للرحيل لا تزال هناك العديد من المشروعات القومية قيد الإنشاء اشتركوا في القناة